لم تهدأ الساحة اليمنية منذ ستينيات القرن الماضي من الأزمات السياسية والحروب والقلاقل الاجتماعية مما دفع بفئة واسعة من المبدعين على مغادرة اليمن لكن الإبداع لم يغادرهم نجد عدد من المبدعين خارج اليمن حققوا قدراً متميزاً من النجاح والشهرة وحصدوا العديد من الجوائز فأصبحت الهجرة بمثابة ميلاد جديد لكثير من المبدعين وللحديث أكثر عن هذا الموضوع نستقبل هنا في الاستوديو معنا ضيف ولكن هل كانت الدول خارج اليمن ملاذاً مريحاً وبئة ساعدت على الإبداع أم أن اليمنيين بدلوا جهوداً مضاعفة للعيش باستقرار قدر المستطاع؟ صحيح نناقش هذا الموضوع مع الناشط المجتمعي سيف عبد الناصر أهلاً وسهلاً بك يا في صباح بلقيس يسعد صباحك يسعد صباحكم أيب طارش لني معفة يعني ذهبت إلى الحنين إلى الوطن وتركتكم هنا في الاستوديو هو يأخذنا دائماً أيوب صوت الأرض وروح الجمال الفن شكراً لكم عن دليب الأشجار هكذا اسمه يعني نحن نسميه يعني جميل جداً أولاً موضوعنا بيتكلم على هجرة المبدعين إلى خارج الوطن الإبداع في اليمن يعني كل شخصية مبدعة في اليمن تواجه مشكلة أيش اللي يدفع الشباب للجوء إلى هذه الدول بدل من البقاء في اليمن هو الحقيقة أنه هناك يعني عوائق يعني تقف أمام المبدع صحيح في بيئته وأعتقد أنه أهم عائق هو عائق الحرية غياب الحرية في بلداننا وهذا أعتقد أنه العامل الرئيسي لأنه لا يمكن أن تكون مبدع وتظل تعيش في بيئة قامعة للإبداع أشياء الآخر هناك لدينا كذلك غياب المراكز التأهيل والتدريب لهؤلاء المبدعين الذي من خلالها يستطيع أن يسق المهارات ويطورها ألدش أنا أريد أعرف أكثر على الموضوع الحرية الحرية التي تتكلم عنها منع هذه الحرية الحرية بكل معانيها يعني عندما نتحدث عن الحرية لا أقصد الحرية الشخصية فقط بل أعتقد أن الفكرة في الحرية الإنسانية الحرية الشخصية حرية الرأية حرية الرأي لا أيما فيه أفكال كثيرة يعني الفنان أنت تقصد أنه يعبر عن فنه من خلال منظوره الشخصي يعني فيه قمع حريات يمنع الفنانين والمبدعين أنهم يعبروا عن أنفسهم يعني هي متلازمة يعني لا يمكن أن يكون هناك مبدع تمام وغير حر لأنه المبدع عادة هو شخص يعني يتحدى القلب يخرج لا يأتي يرفض التكرار هو ليس نسخة شبيهة بالمجتمع لا هو دائما يحب الخروج عن المألوف لكن المجتمعاتنا للأسف يعني تعودت على أصورة نمطية نحن نحب بعضنا لأننا نتشابه بس لا نحب الشخص الذي يخرج من القلب ومجرد المختلف هذا هو اختلاف إيجابي المبدع هو مختلف إيجابيا نحن لا نقبله فقط لأنه مختلف ليس لأنه سيأتي لكن فيما بعد أو لما نلاحظ في بلدان الغرب أو المهجر بشكل عام قد تكون حتى بلدان عربية الميزة التي يحصل عليها هذا الموهوب أنه يجد البيئة التي تحتويه البيئة التي تؤمن به البيئة التي تشجعه وتحفزه وهذه يعني العوائق التي تكون موجودة لدينا في بلداننا تكون مانعة لنا كذلك هناك مشكلة من المشاكل هي سطوة العادات والتقاليد الخاطئة ليست كل عاداتنا وتقاليدنا خاطئة لدينا من موروثنا عاداتنا وتقاليدنا شيء الكثير الإيجابي لكن وجود عادات وتقاليد خاطئة مثل فكرة الدونية لبعض الموهوبين يعني مثلا عازف الدف والهذا يعني عندنا فكرة المزين صح هذه موجودة ولا يمكن أحد أن يستطيع أن ينكرها في العالم كله يسمى هذا فنان ولكن عندنا يسمى مزين هذه النظرة الدونية هذه العادات والتقاليد المفروض نحاكم هذه العادة والتقاليد الخاطئة التي يجب أن نقذ أمامها حتى نترك لهذا المبدع مجال كي يستطيع أن يزهر أكثر ويحلق كما رأينا محمد القحوم يحلق قبل يومين وحلقنا معه كلنا حلقنا طبيعيا هذا هو الحرية التي كنا نقصدها فعلا طيب أستاذ سيف يعني كيف أنت تكلمت عن أشياء كثيرة طيب أنا أحب أعرف يعني كيف تساهم الغربة في سقل يعني الشخصية والموهبة وقع للشخص أكثر خبرة ومتعدد كذلك المواهب يعني هو يمكن نحن نقول أنه في شكلين من أشكال الغربة في شكل الغربة الاختيارية هو الذي يستطيع من خلال واحد يختار وجهته وفي غربة إجبارية كحالة اليمنيين الذي نزحوا كثيرا نتيجة لحالة الحرب التي تعيشها فكرة أنني أجد بيئة مثلا أنا فنان سأبحث عن بيئة تهتم في تطوير مهارتي سأجد مراكز التدريب والتأهيل والتطوير الذي تساعدني على سقل هذه الموهبة سأجد البيئة المشجعة والمحفزة وهذه من الأشياء الرئيسية ونعود ونقول كذلك أنه سنجد الحرية التي ستستطيع من خلالها التعبير عن دواتنا جميل جدا طيب ما هي يعني بالكلام عن البيئة إيش هي المعايير أصلاً اللي يحتاجها المبدع علشان يظهر إبداعه يعني ما توفرت في اليمن ما هي هذه المعايير اللي توفرت في البلدان هذه اللي خلت الفنان فعلاً يكون منطلق ومبدع هو مثلاً عندما نتكلم عن بيئة مثلاً مثل مصر الحفل الذي أقيم منذ يومين في بيئة مثل مصر يعني معروفة بأنها قلعة من قلعة الفن في الوطن العربي بل حتى على مستوى العالم فكثير من الشباب اليمني مثلاً الذين هاجروا إلى مصر الآن يدرسون في معاهد التعليم العالي في معاهد الموسيقى هذا كلها كانت غائبة عندنا للأسف يعني بلد بحجم وحضارة وتاريخ اليمن لا يوجد فيها محهد تأهيلي للفنان ولا للمثل ولا للمخترع ولا للكيميائي هذه كلها غير موجودة فهذا شيء للأسف يعني يحزننا وجود هذه الأشياء في المهجر تساعد هؤلاء الشباب على أن يسقلوا مهاراتهم ومن خلالها تساعدهم على الانطلاق نحو تحقيق دواتهم صحيح أهلاً إلى جانب ما ذكروا يعني اللي هو الاستقرار أيضاً يعني تقريباً الاستقرار هو يعني واحد من العوء من اليمن بتخوض حروب من فترة فتقريباً إحنا لسه ما أخذنا نفسنا يعني كشباب فكرة الاستقرار والأمان هذا يعني شيء رئيسي ليوجد حياة صحيح يعني للأسف يعني ممكن الكلام هذا مؤلم لكنها هي الحقيقة أننا لا توجد حياة حقيقية في اليمن نحن نعيش فقط يعني نحاول لنعيش يعني نسترق لحظة من لحظات الفرح نسترق نختطف يعني السعادة اختطافاً يعني فهذه كلها أشياء محزنة ومؤسفة في بلادنا وجود عامل الاستقرار هو الذي سيأتي بالمستثمرين والتجار وأصحاب رؤوس الأموال الذي سيساهموا في صناعة هذا الجو الإبداعي الذي يسمح للمبدع أن ينطلق من خلالها صح على قدر ما هو في اليمن الآن يمر بصراع سياسي وأزمات أزمة وراء أزمة وراء أزمة ما تخليش الواحد حتى يأخذ نفسه كل يوم يبكره على أزمة ولكن في نفس الوقت أستاذ سيف طريق المهجر أو الغربة ليس محفوف بالورود وخاصة أننا لنا إحنا اليمنين السفر داخل الوطن صعب ما بالك للخارج إيش هو الحافز الذي يعطي للمبدعين أنهم يتحفزوا خارج الوطن يعني ويعطيهم دفعة يعني أنتذي ذكرتي جانب مهم جداً وأعتقد أنها رسالة يجب أن تصل يعتقد الكثير أن الغربة أو المهجر هي فرصة حقيقية للانطلاق ليست فرصة حقيقية أنت يمكن أن تنطلق حتى من بيئتك الموجودة فيها يعني للغربة هي دليل على أن ننتق مبدع نجد كثير من اليمنين في الخارج لكن مش قادرين يفعلوا شيء يعني ما ساهمتش الغربة في تطويرهم أو ما استفادوش من المساحة التي أتيحت لهم أو الفرصة التي منحت لهم بينما هناك يمنيين موجودين في الداخل استطاعوا من خلال يعني اجتهادهم وإيمانهم بأنفسهم أن يخلقوا شيء مختلف وهذا الذي رأيناها العمالة الفنية الإبداعية التي نشاهدها ونحن في حالة حرب لمدة سبع سنوات ونحن الآن في سنة الثامنة شيء يعني يدعو على الفخر ويدعو للاعتزاز ويدعو أنه يؤكد أننا شعب مختلف شعب نموذجي نحتاج فقط إلى هذه الأجواء تيحوا لنا شوية من الفرصة أن نحن نستطيع أن نعبر عن أنفسنا تركوا لنا مجال نقول للسياسيين لتجار الحرب تركوا لنا يعني القليل من الحياة ونحن سنصنع الباقي طيب بخصوص الانتقال إلى الدول الثانية مثلا الصعوبات اللي ممكن نواجهها يعني كبداية مثلا هي التأقلوم الاندماج مع هذه الثقافات الاندماج مع هذه اللغة الجديدة البلد الجديد هل ممكن هذا يؤثر بشكل إيجابي على الفنان بحيث أنه يعني يساعده في تطوير هذه الموهبة أنها مثلا أو يعني بحيث أنه لا تنهي أو لا تخفي هويته اليمنية وفنه اليمني أو أنها العكس يعني ممكن أنها يعني تحبط هذا الإبداع وما تساعد أنه مثلا يظهر بشكل كبير أو هو في فرق بين الاندماج والانصهار إحنا حقيقة إذا إحنا حريصين يعني أو اليمني أو شيء إحنا نتكلم على اليمني المبدع اليمني إذا ما أراد أنه يخرج إلى بيئة مختلفة أولا يحتاج إلى تجاوز مشكلة وهي عائق مثلا من عوائق أي مجتمع هي عائق اللغة إحنا الغربة في بلدان العربية أسهل يعني لأنه في واحد من أهم الحواجز أنا تجاوزته فمهم جدا أني أتعلم لغة هذا البلد من أجل أني أستطيع من خلالها أتواصل مع هذا المجتمع وأستفيد من ثقافته أستفيد من فنه أستفيد من فكره من أدبه كذلك هناك شيء رئيسي يجب أن يكون موجود عندي أنا أكون مؤمنة أنا لدي هوية يعني ما يكونش في عندي حالة انهزام نفسي وحضاري أو الصدمة التي تصيبنا لما نخرج الصدمة هذه هي نتيجة أنه لا نؤمن أننا جاي من خلفية حضارية كبيرة جدا مثل يمن يعني آلاف السنوات هذا ليس حنيل للماضي لا هذا مستند يجب أن أكون أشعر بالفخر بالانتمالة وإذا كان الذي موجود أمامي الآن هو يتحدث عن التفوق الحضاري في هذه اللحظة فأنا تفوقت في لحظة حضارية معينة يعني الظروف لم تسمح لي بالاستكمال لكن أنا قادر على التفوق بس أن أؤمن بهذه الهوية على أن لا أنسلق عن هذه الهوية ومعنى الهوية لها معاني مختلفة ضمنها اعتزازك بلغتك يعني لا تنساها اعتزازك بقيامك وببادئك الذي أنت آمنت بها لكن مع التركيز على الجوانب الإيجابية يعني عندما تنتقل سفيد من هذه المساحة فلذلك مش كل مخترب يسفيد من هذه المساحة الذي يتحدث عنها في بعضهم يتقوقعوا على نفسهم وهذا اللي يعمل لهم مشاكل طيب أنا معي تجربة صغيرة هي تجربتي أنا في عالم صناعة الأفلام مثلا أذكر في اليمن لما كنت أحاول أسوي فيلم كانت المشكلة حملة الكاميرا التنقل في اليمن عشان نسوي فيلم أو نعمل فيلم قصير كان يكلفنا مجهود يعني انتقلت إلى بلد آخر المشكلة اللي واجهتها الجديدة ما كانت الإبداع ولا الفكرة الجديدة كانت فكرة تكوين فريق يعني أنا جديدة على هذا البلد فما عرفت أعمل توازن اللي هو أنت رحت في بلدي ما في إمكانية أني أعمل فيلم رحت بلد آخر ما في فريق يساعدني أني أعمل فيلم ففعلا فيه صعوبة كبيرة يواجهها الفنان اليمني في أنه يعبر عن نفسه أو أنه يكتب فيلم أو أي شيء من أنواع الفنون كلامك يؤكد فكرة معي أنا أنه مهما اختلف البيئة التي أنت فيها كمبدع أول حاجة أنت المبدع هذا إذا انت خلت من البيئة بتواجه الصعوبة هذا هو الشكل الطبيعي شكل الحياة يعني الحياة مليئة بهذا التنوع يعني الصعوبات والنجاحات التي تأتي بعد هذه الصعوبات الفكرة في أنه أنت تؤمن بذاتك بشكل كبير تؤمن بأنك مبدع مهما كان الواقع أو الصعوبات التي أمامك بتوصل لكن بمجرد إعلان الاستسلام والضعف يعني فكرة أنت قلت أن الكاميرا كانت مشكلة للأسف بلادنا يمكن أن أحمل فيها سلاح لكن أن أحمل كاميرا قد تكون مشكلة أن أحمل عود قد تكون مشكلة المحبسون اللي حاملين الكاميرا واللي حاملين العود واللي حاليا هما تعتبر أعتقد أنه في شيء لافد كان في الحفلة الذي يعني نحن فخورين فيه كثير وأشعر باعتزاز كبير كيمني أن هذا الجمال خرج من بلادنا بدينا عن الصورة النمطية التي رسمت عنا لكن في هذا الحفل ظهرت لدينا آلتين يعني موجهت بكمية سخرية عالمتني أنا وأنا كمتابع فما بالكم أصحاب الأشخاص فريحة التي أفرحتنا بالصحن الجميل هذاك وصاحبة التنكة تلك الآلتين التي يعني الكثير من الناس يمكن ما يعرفوش أساس هذه الآلتين يعني من أين ظهرت بشكل سريع أستاذ سيف بس وممكن نتحدث عنها بشكل سريع يعني فكرة أن وجود هذه الآلات كانت شكل من أشكال المقاومة لأنه في حالة في حكم الإمام يحيى شرف الدين لليمن واجه اليمنين حالة قمع بمنعهم من استخدام الآلات والعزف فواجهوا هذه باستخدام الآلات المنزلية وتحولت الأدوات المنزلية إلى أداة للموسيقى تعبر عن مقاومة المجتمع اليمني لحالة القبع وهو منع هذا الجمال فعلا أستاذ سيف جميل جدا هذا الموضوع وفعلا الفنان يستطيع أن يواجه صعوباته وزي ما عملنا بالصحن والتنكة حتى القنبوس يعني نواجه كل هذه الصعوبات بأننا نسمد ذواتنا في أن يظهر الفن لهذا العالم شكرا لك لتواجدك معنا في صباح بلقيس شكرا لحضورك معنا شكرا لكم سيف عبد الناصر كما تحب ناشط مجتمعي كان خطابها ميسك معك اليوم بفقرات صباح بلقيس شكرا جزيلا لك